فاز الرئيس القبرصي نيكوس أنستيسيادس بولاية رئيسية ثانية بعد تفوقه على منافسه المرشح اليساري استافروس مالاس وقد حصل أنستيسيادس على 56% من الأصوات مقابل 44 لمنافسه والمدعوم من الشيوعين بحسب النتائج الرسمية النهائية ولاية رئيسية ثانية حصل عليها الرئيس القبرصي نيكوس أنستيسيادس بعد منافسة شرسة مع مرشح الطيار الشيوعية استافروس مالاس في جولة الإعادة البيانات الرسمية النهائية أشارت إلى حصول أنستيسيادس على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه ليستكمل الرئيس القبرصي مسيرته السياسية الطويلة وهو على رأس السلطة أنستيسيادس المشهور بلقب المحام الأنيق قرس سمعته كرجل براغماتية لا يتردد عن الدخول في مواجهة من أجل الحصول على خطة إنقاذ غير مسبوقة من الجهة الدائنة الدولية في الوقت الذي كانت بلاده على وشك الإفلاس وخاض حملته الرئاسية تحت شعار التقدم في ظل الاستقرار وتعهد أنه سيكون رئيسا لكل القبرصة سأعمل مع الجميع جنبا إلى جنب قبرص تحتاج إلى كل الجهود دون استثناء وسأظل رئيسا لجميع القبرصة اليوم لا يوجد فائز وخاسر الفائز الوحيد هي قبرص ونحن نتطلع إلى السير قدما إلى الأمام دون توقف شغل أنستيسيادس مقعدا نيابيا بدون انقطاع من عام 1981 إلى 2013 تولى رئاسة حزبه دي سي عام 1997 وجعل من حزبه على مر السنوات قوة سياسية كبرى وصل الرئيس الكبرصي إلى الحكم عام 2013 عندما كانت البلاد ترزخ تحت الأزمة المالية لكنه تمكن بشكل سريع من التفاوض حول خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشهد الاقتصاد بعدها انتعاشا فعليا خصوصا بدعم من قطاع السياحة وعلى صعيد دبلوماسي أعد أنستيسيادس إطلاق مفاوضات توحيد الشطري كبرص اليوناني والتركية لكن مساعي حتى الآن باءت بالفشل لذا تنتظره مهمة حساسة وبات عليه التوصل إلى تسوية حول نقاط في غاية الأهمية من بينها وجود الجيش التركي في شمال الجزيرة شكرا